أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حزم بدوي غلق باب تلقي طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح المستشار أحمد بن داني أن اللجنة أغلقت باب تلقي ترشح الذي انطلق في الخامس من أكتوبر ولمدة عشرة أيام وذلك وفقا لجدول الزمني الذي أتحى تلقي الطلبات في الفترة من الخامس من أكتوبر وحتى الثانية ظهر اليوم وتابع المستشار بن داني أن اللجنة تلقت خلال عملها أوراق أربع مما من راغب الترشح وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح أسيسي من خلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة والممثل القانوني للمرشح ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر